القراءة من الهوايات التي تفيد الإنسان في حياته اليومية وتعطيه الدافعة لفعل كثير من الأمور ففي زمننا الحاضر زمن ثورة المعلومات تعددت الوسائل التي تغني عن الكتاب للحصول على المعلومة فمنها المرئي ومنها المسموع حتى أصبح الكثيرون لا يقبلون اقتناء الكتب أو قراءتها عبدالعزيز العوضي شاب كويتي أراد أن يعيد للكتاب قيمته فقام بعمل مكتبة ولكن على طريقته الخاصة لجذب القراء ومحبيل الطلاع والمعرفة في البداية كنا نواجه مشكلة على المستوى الشخصي أن نحاول نشوف مكان يشبع رغباتنا الثقافية فبدالما نقعد وندور هذا المكان حاولنا أن نخلق هذا المكان وإيجاده فبالتالي عملنا على إيجاد بيئة ثقافية لها علاقة في الثقافة في الكتب لها علاقة بالفن فموجود البيانو حاولنا أن نوجد بيئة ثقافية متكاملة يستطيع فيها الزائر أو القارئ أن يشوف الكتاب يسمع صوت البيانو والموسيقى ويجد كل الخدمات المصاحبة للجانب الثقافي وبالتالي تكون بيئة متكاملة من حيث الثقافة بكل نواحيها وبكل مجالاتها عبدالعزيز اكتشف أن هناك كثيرون يحبون القراءة ويقبلون على المكتبة بهدف الاطلاع على الكتب وشرائها أو قراءتها في المكتبة بصراحة الإقبال ممتاز دائما يؤخذ على الكويتين أو على العرب بشكل عام أنهم شعب لا يقرأ ولكن هذا من خلال تجربة غير صحيح الناس لا زالت تقرأ لا زالت تبحث عن الكتب لا زالت تبحث عن المعلومة وهذا شيء جدا محفز وجدا يساعد الواحد على أن يعمل باستمرار وبشكل جدي وبشكل أكبر من المهم جدا أن الشخص يعني أو أصحاب الفكرة أن يعملون على فكرتهم ولا يتفتون للمحبطات والأمور المثبتة هذا راح يساعد على أن الفكرة تقوم بكيانها وتقوم بذاتها وما تحتاج إلى أي شيء آخر لا يوجد شيء أحلى من أنك تشرب قهوة وأنك تطالع كتاب وأنك تعاين الكتاب قبل ما تشتري وأنك تشرب القهوة أو تشرب شاي يعطيك جوهادي شيء كنت أتمنى أنا من الزمان أن يكون يجمع ما بين أمرين اثنين يكون كافية ونفس الوقت مكتبة وهذا شيء كنت نشوفه بره والحمد لله أن أصحاب مكتبة صوفيا انقلوا التجربة هذه للكويت وشاكرين لهم صراحة ونتمنى أن الناس تتعيشها التجربة لأنني عندي صالون ثقافي في بوظبي فلما وصلت هنا أكثر شيء جدا من الديكوريشن المكان وايد مرتب وكذا وفي فرائتي الكتب مختلفة في قهوة بنفس الوقت يعطي أتمس فيه ثقافي جدا لطيف فأشكر رأي المحل رغم أني ما عارفه أصبح بالإمكان اختيار كتاب والاستمتاع بالجلوس معه وقراءته في جو هادئ قياسا على قول المتنبي وخير جليس في الزمان كتاب خالد الفارس الراي